رفض المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر التعليق على عملية اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لكن أشار في ذات الوقت إلى أن إسرائيل متأهبة للتعامل مع أي سيناريو في مواجهة إيران وحزب الله فيما يخص إسماعيل هنية نحن لن نعلق على تلك العملية وكما ذكرت نحن في درجة تأهب عليا للتعامل مع أي سيناريو في مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة واجبنا في هذه البلاد الدفاع عن شعبنا فهذه الدولة اليهودية الوحيدة في العالم وأنشئت كملاذ آمن لليهود